أهلا بكم مشاهدين في فقرة زوم المغرب العربي نخصصه للإجراءات والترتيبات الجارية تحذيرا للاستحقاقات التشريعية المقبلة ومعنا في السوديو غرفة الأخبار الأستاذ محمد العمراني بوخفزة المحلل السياسي أهلا بك معنا إذن الاستعدادات على قدم وساق للانتخابات المقبلة سنناقش عدد من المواضيع نبدأ بموضوع العتبة الانتخابية بدون شك مجلس الحكومة وافق الأسبوع الماضي على تخفيض العثبة إلى 3% عوض 6% هل البرلمان سيصادق أيضا على هذا المقترح رغم الجدل بشأنها؟ وبالفعل هناك نقاش لأن كل من موقعه يحاول ممكن الاستفادة من مسألة العتبة فبتالي مسألة التصويت سيكون نقاش ولكن من دون شكلنا سيكون عليها توافق وقد لا يكون إجمع ولكن قد يكون توافق داخل البرلمان على تخفيض العتبة وإن كان شخصيا لا أرى أهمية قصوى بالنسبة لمسألة تخفيض العتبة أو الرفع من العتبة على اعتبار نمط الاقتراع المعتمد في المغرب ولا يتأثر كثيرا بمسألة العتبة وإن كان أنه رفعها هو الذي يؤثر لأن رفع العتبة يؤثر على الأحزاب بين قوسين التي تسمى صغرى فإذا كانت الغاية من رفع العتبة هو عقلنة المشهد الحزبي وخلق توافقات داخل البرلمان على أساس سليم ولكن وفي نفس الوقت رفعها يؤدي إلى حرمان مجموعة من تشكيلات سياسية التي لها امتداد داخل الصحة السياسية أن تكون ممثلة داخل قبة البرلمان إذن فبالتالي هناك مسألتين ولكن لربما أن العتبة هي تؤثر عندما تكون مرتفطة بنمط اقتراع معين فطالما أن لدينا اقتراع باللائحة في حين أنه نلاحظ أن هذا النمط هو مقنع بالنسبة للمغرب بحيث أنه ليس اقتراع باللائحة حقيقي على اعتبار أن عدد الدوائر التي تجري فيها الانتخابات باللائحة هي مرتبطة بعدد قليل لأن فيها المقاعد في دائرة انتخابية 5-6 تنسبعة في حين أن العدد الأكبر من المقاعد المتبرع عليها هي في الدوائر التي لا يتجاوز فيها عدد المقاعد مقاعدين إذن فبالتالي لا يظهر جاليا مدى التأثير ولكن لربما أنه سيظهر بشكل أهم في اللائحة الوطنية نحن نعلم أن هناك لائحة محلية أو لوائح محلية مرتبطة باللائحة الانتخابية المحلية وهناك لائحة وطنية فيها تمتيلية النساء وتمتيلية الشباب ففي هذه اللائحة الوطنية هي التي يظهر فيها تأثير العتبة وإن كان أننا نطبق في هذه اللائحة الوطنية عتبة 3% إذن هو نقاش نوعا ما نقاش مغلوط عندما تم التركيز عليه بشكل أكبر لأن لازمنا في إطار الانتخابات المغربية لازمنا نعتمد على الكائنات الانتخابية نقولها بصراحة من له القدرة على الحصول أو الفوز بالمقعد وهذا التجاه أصبحت غالبية الأحزاب المغربية تتاجه نحو هذه المسألة عجم كبير طبعا كذلك الجدل يصب في هذه الأثناء على رفع التمتيلية النسائية داخل مجلس النواب من خلال تعديل القوانين الانتخابية إلى أي حد تتفقون مع موضوعية هذا المقترح هل نرفع التمتيلية هكذا يعني بدون إذن هذه الآلية هي غالبا تكون آلية لبيداغوجية لكي يكون هناك تدريب للمواطنين على رؤية النساء داخل مراكز القرار بمعنى أنها ليست هي القاعدة الاستثناء هو أن نخصص قوطة لفئات الشماعية هنا حالة النساء ثم حالة الشباب فطالما أنها هي تتم استثناء لكي يتم التدرج في إعمال مبدأ المنصفة الآن مرنا بتجربة الأولى عندنا تم تخصيص 60 مقعد في مجلس النواب السابق للنساء إذن هنا إشكالين إشكال الأول هل نواصل نفس العملية بتخصيص قوطة للنساء وهذا لن يتم إلا عبر تقييم التجربة ونقول هل فعلا أن حضور 60 مرأة من اللائحة الوطنية داخل قبة البرلمان كان له ما له من قيمة مضافة أم أنه كان مجرد ريع سياسي استفادت منه عائلات سياسية استفادت أو تم فيها الاعتماد على الزبونية والمحسوبية إلى غير ذلك فبتلي يطلعهم إشكال ثم المسألة الثانية هو الإشكال الآخر وهو مطالبة النساء لو تستفدنا لحد الآن من هذه التجربة التمديد التمديد على أساس مبرر هو كون أن في المرة الأولى تكون تجربة نقول أن في هذا الأمر غير مقبول لأن التجربة والخبرة يمكن أن تكون في المراحل الابتدائية المتعلقة بالتدريب بالمستوى المحلي أن نلجى المجالس المنتخبة محليا الجماعات والعملات والجهات وبعد أن نكتسب الخبرة يمكن أن ننتقلها للمستوى الأعلى وهو تمثيلية الأمة في حين شخصيا لا أرى أي مسوّغ يمكن أن نسمح بمقتضاه لفئة معينة أن تقوم بتجربة التي تكتسب الخبرة وبعدها تضل فيها لا يتنافى بشكل كلي لأن وظيفة البرلمان وظيفة معلومة ومحددة التشريع سن القوانين مراقبة الحكومة وتقييم السياسة العمومية ثم تمتيلية المواطنين فابتليه هذا الأمر هو من الأهمية بما كان هذه المواضع فيها مهمة للغاية فلا يمكن إسنادها لأي كان إذن يجب أن نسندها للخبرة والتجربة فبالتالي لا يمكن أن نقول بعد خمس سنوات أن هؤلاء النسوة قد تمكننا من التعلم والخبرة وبالتالي التمديد فالأمر ربما شخصيا أن أعتبر أنه يجب تقييم الأداء ولا نقول كليا أنه لم يكن هناك نسوة في المستوى على العكس من ذلك أن هناك مجموعة من النساء تمكننا من بصم تجربة المجلس النواب الحالي بشكل كبير وكان هناك حضور قوي ولكن في المجمل كان هناك انحراف عن الغايات التي وجدت من أجلها هذا الاستثناء دعنا الآن نمر إلى موضوع التحالفات الذي بدأ يعود إلى الواجهة مجموعة من الأحزاب تعقد اجتماعات فيما بينها والحديث عن زواج سياسي وإلى غير ذلك هل يمكن اعتبرها تحالفات حقيقية يعني بالمعنى السياسي؟ لا في المغرب مسألة التحالف هي مسألة انتخابية لا أقل ولا أكثر لأننا نحن نعلم أن في الساحة الحزبية المغربية هناك ما يسمى بالعائلات الحزبية هناك العائلة الاتحادية هناك العائلة الحاركية فابتلي أن إذا كان التحالف على هذا الأساس لربما أنه مقبول نوعا ما عودت مجموعة من الأحزاب إلى البيت الأول ربما قد تكون مقبولة سياسيا ولكن ما نلاحظه هو أن الانتخابات هي التي تدفع الأحزاب إلى تفكير في التحالف هناك التحالف الذي يكون قبل الانتخابات وفيه يتم تدبير لعملية انتخابية من خلال مثلا التنصيق في المرشحين دعم هذا المرشح أو ذاك التركيز على معاقل أحزاب معينة بمعنى في حين أن هناك من يفكر إلى ما بعد نتائج الاقتراع وبالتالي هناك اختلاف الآن نلاحظ في الآونة الحالية أن هناك اتجاه بعض الأحزاب السياسية إلى تشكيل اتلافات مرتبطة بتدبير المرحلة قد نتحدث مثلا عن علاقة الأصارة والمعاصرة والاتحاد الشراكي ففي البدايات الأولى كان هناك نوع من عدم التوافق حول مجموعة من الأمور كان هناك نظرة سيلبيا لحزب التحاد الشراكي من حزب البام ولكن لربما أن هناك قاسم قد يجمع ما بين الطرفي الآن الحديث عن كون أن كلاهما يعتمد الحداثة كشعار وكأساس يمكن أن يجمع بينهما فبالتالي بدأنا نلاحظ أن هناك نوع من التنصيق ما بين حزب الأصارة والمعاصرة وحزب الاتحاد الشراكي وخاصة المذكرة التي تم بعثها لوزير المالية في إطار موضوع أساسد المتدربين ثم هناك الوضع الثاني وهو تحالف زواج نوع عماء لعدالة وتنمية وهو حزب تقدمه الشراكية ولربما أن هذا الأمر كان دائما يطرح كثير تساؤلات كيف لحزب دو مرجعية أو دو أصل النشأ الشيوعي يتحالف مع حزب دو مرجعية دينية ولكن كما قلنا في البداية المهم هو أن نكون في السلطة بغض النظر عن من سنتحالف معه ولكن من خلال التجربة الحالية انتماء حزب التقدم الشراكية لحكومة يقودها حزب العدالة وتنمية تضح التزام حقيقي لحزب التقدم الشراكية رغم اختلافه مع حزب العدالة وتنمية في الكثير من القضايا ولكنه ظل ملتزما لا على مستوى المساندة ولا على مستوى حتى الدعم في الانتخابات الجماعية الأخيرة وتتويج ذلك لربما سيأتي باتماره إذا ما ظل حزب التقدم الشراكية مع حزب العدالة وتنمية لأنه دائما في البلاغات الصادرة عن حزب العدالة وتنمية ينوه ويشيد بالتزام حزب التقدم الشراكية بهذا التحالف نعم المحللة السياسية الأستاذ محمد العمراني بوخفزة شكرا جزيلا لك على حضورك معنا شكرا لك